فيما لا تزال هواجس الهجمات الالكترونية التي تعرضت لها الكويت تخيم على الكثيرين شغلت القضية مواقع التواصل الاجتماعي فيما نقلت جريدة الرأي عن مصادر مصرفية القول بان غالبية المواقع الالكترونية للبنوك الكويتية نجحت في صد محاولات الاختراق ومعالجة نقاط الضعف التي تم اكتشافها مطمئنة بان كل الشبكات المصرفية المحلية وانضمت ترسلها سليمة حتى انها لم تضطر لحجب مواقعها هذا واشارت معلومات اولية الى شخص كويتي لدي خبرة ومعرفة قوية بالنظم المصرفية قام بالتسلل الى بعض الشبكات بالتزامن مع هجمات شنها قراصنا على الكويت من الخارج ونجحوا بحجب عدد من المواقع وينضم الينا هنا في الاستيديو رئيس قسم مكافحة جرائم الحاسوب في الادارة العامة للادلة الجنائية السابق المهندس انور الكنديري مهندس انور بداية برأيك ما هو حجم وخطورة هذه الاختراقات وهل هي كما يثار انها مسألة اخذت اكبر من حجمها بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد ان وسائل التصالي الاجتماعي ضخمة الموضوع بشكل كبير والموضوع عفوا اخذ اكبر من حقها يعني ما اعتقد ان هي بالسوء هذا اغلب المشاكل اعتقد اللي صارت بوجهة ناظري الفنية ان هي خاصة بالمستخدمين نفسهم خصوصا اللي يستخدمون نظام الكينت اللي يدفع عن طريق الـ Payment Gateway عن طريق التليفون مش عن طريق الكمبيوتر طبعا عن طريق الكمبيوتر الحمد لله ما فيه اي مشاكل اللي عنده مشاكل بالتليفون نعم نعم السبب الرئيسة اعتقد بوجهة ناظري الناس اللي عارف اللي تستخدم البرامج والتطبيقات اللي غير موثوقة ويكون فيها ممكن يكون باكدور او شغلات ريموت اللي من بره ممكن يدشون على الجهاز ويستغلون النقاط هذي لكن جهاز الكينت او النظام هذا ما فيه ما خطرق لا طيب الهجمات الالكترونية هل كشفت بعض العيوب في شبكتنا الالكترونية والنظام المصرفي في الكويت لا بالعكس طبعا النظام المصرفي لازم تعرف أخي محمد انه هو يتبع ستاندرد عالي جدا يعني المستحيل ان البنك ينزل الابليكيشن مثلا مصرفي ويعرض المستخدمين عنده والعملاء لأي مشاكل اذا هو ما كان مجاربها طبعا يتعاملون البنوك مع الشركات بره متخصصة في انظمة الحماية سوي تست على طول 24 ساعة اذا كان فيه اختراقاته وفيها مشاكل تنحل في نفس الوقت لكن ما يتركونها للعلن فترة يعني كمختص وكخبير في الشؤون الإلكترونية نثق وتدعو الى الثقة بالنظام المصرفي الكويتي هو ما فيه اي مشكلة ولكن المشكلة دائما في المستخدمين طبعا الناس اللي تستخدم نفس ما ذكرتك قبله شوي الكينة مثلا يدفع عن طريق سابقا كان يدفع عن طريق اللابتوب أو الكمبيوتر الآن قام يدفع عن طريق عن طريق الموبايل نعم فعن طريق التليفون هذه طبعا غير آمنة غير آمنة نهائيا مهما كان لان انت عفن التطبيق الخاص بالبنك هذا آمن لكن التطبيقات الثانية اللي انت قاعد تستخدمها في الجهاز هذه ما ما حد يعطيك أبليكيشن ببلاش مثلا لا بد انه في شيء فلت لا تتوقع عفن انت لما تستخدم برنامج وتردد شي لا تسوي لان نستول انه ورح لا في اغلب الأبليكيشنز والبرامج هذه تترك اثر تترك ثغرة ممكن عن طريقها الهاكرز والأتاكرز هذال الناس يستغلون ويشوفون عد اي مخرج فلقوا والله مثلا الكينة او كذا يروحون يستخدمونها طيب لماذا الكويت بالتحديد يعني الاسبوع اللي الفائت هذا كل هجمات على الكويت لماذا والله ما اعتقد ان الموضوع بهذا السوء للأمانة يعني يشوف كل البنوك على مستوى العالم على مستوى العالم بلا استثناء تتعرض حق هجمات من قراصنا من كل مكان ولكن الموضوع ماه بالضخامة والحجم اللي تتناول الوسائل الاعتصالات نعم والسوشال ميديا عندنا بلا كويت مكبرين الموضوع عفوا ومعطينا اكثر من حقه طيب نصيحتك لمستخدمي الاجهزة والبرامج غير الموثوقة يعني والله يشوف انا دايما اومن جدا في مبدأ توزيع المهام يعني انت اذا عندك جهازك خل جهازك عليه الابليكيشنز الموثوقة مثلا ولنفرض مثلا الواتساب هذا يعتبر زين هل سمعت عفوا انه في حصل اختراق لبرنامج الواتساب بعد ما اشترتها جوجل صعب جدا مستحيل الجماعة هذالي شغالين 24 ساعة لكن في ابليكيشنز ثانية لا في لها اختراقات في لها مشاكل لكن من اللي يكتشف المشاكل هذه طبعا الناس اللي يفاضين يدورون وراه ويحاولون يكتشفون الثغرات ويستغلون استخدام صحيح نعم رئيس قسم مكافحة جرام الحسوف الإدارة العامة للأدل الجنائية السابق المهندس أنور كنديري شكرا لك شكرا لكم